بنبرة تفاؤل تحدث رئيس الوزراء الفرنسي دواغ فليب قبل أيام قليلة عن المبادرة الرئاسية لحل أزمة السطرات الصفراء هناك تعبير عن مطالب احتياجات من جانب مواطنين خاصة أولئك الذين شعروا لعدة سنوات بأن صوتهم غير مسموع وخرجوا للشارع ليقولوا نحن موجودون ونريد الانخراط في النقاش العمومي الحوار الوطني هو جزء من الاستجابة لهذه المطالب الأنظار تتجه إلى الحوار الوطني الكبير المرتقى بانطلاقه الأسبوع المقبل وإن بدت الطريق غير معبدة لتنفيذ هذه المبادرة الحكومية استقالة الوزيرة السابقة شونتال جوانو المكلفة بالإشراف على تنظيم هذا النقاش العام أولى العثرات التي قد تقف في طريق مسار الحوار في خضم الجدل القائم حول راتبها الشهري استقالت جوانو في وقت متأخر في أقل من أسبوع على الانطلاقة الرسمية للحوار تاركة خلفها تساؤلات وعلامات استفهامنا حول إمكانيات تحقق المبادرة الحكومية ونجاحها في وضع حد لأزمة السطرات الصفراء في قصر ماتينيون شددت الحكومة الفرنسية على تمسكها بحوار قال رئيس الوزراء الفرنسي إنه الأهم في حد ذاته وليس الأشخاص على الأرض لا شيء يبشر بتوافق سهل لم يتم الإعلان بعد عن محتوى الحوار لكن ما رشح منه لا يروق لشرائح كبيرة من السطرات الصفراء خاصة مع استبعاد عدم القضايا التي تثير جدلا واسعا في ساحة النقاش العمومي منذ بداية مطالب السطرات الصفراء نومبر الماضي رفض ممثلو الحركة في عدة مرات يد الحوار التي مدها رئيس الوزراء الفرنسي دواغ فيليب مطالبين بدخول الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على خط الأزمة الرئيس الفرنسي كان قد أخر سلسلة من الإجراءات استجابة لمطالب المحتجين لكن بحسب العديد من المراقبين لم تسهم هذه الإجراءات بشكل جدري في خفوة الحراك الاجتماعي في الشارع الفرنسي فهل تنجح الحكومة الفرنسية في مهمتها الجديدة المعقدة؟